اشتركوا في القناة 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 والأنبياء كلهم ومع أنفسهم والنوعين لتنرى الى حياتهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك ربي بني أكرمي حر لا يوجده أنفسهم أي نبي التي كانت تنرى والنبي صلى الله عليه وسلم أداء رأيكم من قبيع عطال بركاتكم سلبوديبو والنبي صلى الله عليه وسلم في ما قيل أو كمسل ما ديبع بعد الحديث ذكره الشاهده بركة والشيطان وبركاته وسلات القناء نواي عطال كمسل بركته وموته لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقسوته ولامة حليبو قلل جنيت وقلل جنيت نعيش زكاء الأنمية وسنيته والعابة وعطال بركته وعطال كريمته بقيد الحرد كمسال بعرحا وكمسال بعرحا وكمسال بعرحا وكمسال بعرحال إنساء يفري لكن عند أتبقيد بقيد نقل أو تعليتها لك قاشا يلحرد سبحا وسب إنساء يتكاتبه من ينام ديكو والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص فتوة كمسال بعتها ولما شبى النبي صلى الله عليه وسلم بلق الفتوة أنه كان يتجر وعلى أسمن دلاء قابقوا فقوال قابقوا سنتو سانيت وحياتو سانيت دي بتجارة أنبتا ومسال أورا السائب بنبي السائب لتبالباكو شريك إنو أنتو أنبتا وشراكتنا يوم شراكت سانيت علت النبي صلى الله عليه وسلم يحسي ويقشش ويكذب على ولمعاملت أبو دي مرة بصدق وبأمانة وعفيف اليد واللسان على صلى الله عليه وسلم والله بهيني جلب إلا صفات الحميدات وجلب إلا الأشياء على الدبات الزكر أمانة من قبي صدق من قبي وعفافات من قبي صلى الله عليه وسلم وكرم وتأقوت السجاعة بباه بسقناه الصادق الأمين لتبال على وأمين لقبه أدي طوال مباشرة أقول له يني إسك الشام سافره سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة أقول لناس إلا أنبتا طوال خديجة كمسل سامعة أبو يني أدي خديجة من تقويلة رضي الله عنها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا وكانت تعطي مالها للتجار يتجرون فيه على أجرتين فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما عطته غيره وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلامها ميسر إلى الشام فباع وابتاع وربح ربحا عظيما وحصل في مالها من البركة ما لم يحصلوا من قبل ثم رجع إلى مكة وأدى الأمان خديجة من تقويلة رضي الله عنها أشرف أن النساء علت وأفضل النساء قريش علت مال على أقلة وتجارة على أقلة والنبي صلى الله عليه وسلم سمعتبه الإنسان الأمين للتبهل والإنسان بركة لبديبه والإرسان الأمين للتباه لintoنا أنا أدام هايب وغيسات هاجرو إجليه وأنا وطوم لأرباح ندقاسم وارباح النسي كالما لي أبوغل هبا كبيرلتو والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وبما لنا يا فقرة وقلام على أقلاح وورا على أقلا من مواليها نفر على أقلا ميسر اللبولو واللي ميسر مسلا النبي صلى الله عليه وسلم قيسة أسل أشام قيسة وبا أموالا دي بتجارت وأجبو والدابو والربح ما شاء الله وتبارك الله ربح عظيم ربحوا وتمالا بركات حصلة قلو قدم إلا لا يحصل أقلا مال بركات واسكة وبعدها وربح سنة وتجارتهم ربحت أقوادي بمكة ما أطأو مكاكم سلمات أو لأمانات أقلا بحل دع هبايا اللي هيني من أستفيد منه إنسان تجارت لأنه نبت منينا وديب تجارت لشقه وربنا دوافق ديب سوق لشقه للدابة والأدابة بنتلو من قبي وبنتل أدام من قبي أمانات من تهلا ديب اللي تجارت بركات حصلتا وتجارت حيني التسع العشر الأرزاق بلو ديب هلا مباركتا وشغل نيراتب شغل محدودته وشغل أرزاق محدودته لبلو لكن الأفضل إنسان اللي تجب تجارت للشقه وأمانات من التالية ربي ديبها تجارته بارك وديبها أمواله بارك وقلو والهيني هدي من هذا النبي صلى الله عليه وسلم وخلق من قلق النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة